بحث وزير الخارجية سامح شكري أجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير مناخ قب 27 والتي تصدفها مصر في شهر نوفمبر المقبلة جاء ذلك في اجتماع الوزير الخارجية عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس الدورة السادسة والعشرين وخلال الاجتماع أكد شكري أن مصر تحرص على التشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف للبناء على ما تحقق خلال الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر في جلاسكو وما أصفر عنه من زخم لتعزيز جود الدولية لمواجهة تغير المناخ كما تطرق الاجتماع إلى ما توليه مصر من أولوية خاصة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض وذلك في ضوء الأجندة الطموحة التي تتبنى الرئاسة المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر ترجمة نانسي قنقر